بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام خشي الروم من هذه القوة المتنامية فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ألف مقاتل إلى تبوك في رجب سنة تسع للهجرة واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه ومر الجيش على ديار ثمود فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك واقترب موعد اللقاء وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسين يوما منها عشرون يوما قضاها في تبوك نفسها هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم وأنزل الله فيها قرآن يحكي قصتها وحال المنافقين معها يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم